قصاصة ورق كتبت بخط اليد ثمنها شهداء وجرحى من تظاهري ذيقار بعضهم لم يتجاوز عمره 18 عاما واقع يكشف مدى استهانة الحكومة وميليشياتها بدماء العراقيين وحجم الصراع بين الأحزاب للاستحواذ على المحافظة ومقدراتها أقيل المحافظ ناظم الوائلي كغيره من المسؤولين الحكوميين المتورطين بسفك دماء العراقيين ولربما سيحال للجنة تحقيقية من المؤكد أنها لن تخرج بنتيجة إن لم تبرئه أساسا كما حدث مع رئيس خلية الأزمة السابق في ذيقار جميل الشمري الذي توارى عن الأنظار لبعض الوقت بعد المجزرة التي ارتكبها بحق متظاهرية المحافظة ليكرم لاحقا من قبل تيار الحكيم وجه آخر من أوجه الصراع السياسي المقيت لكن ثمنه أغلى يدفعه العراقيون من دمائهم فلم تعد ثروات البلاد وحدها كافية لترمي ضماء الفاسدين صراع يتزعمه اليوم تحالفا سائرون والفتح الساعيان إلى الهيمنة على مقدرات ذيقار عبر بوابة المحافظ لا سيما بعد أن حملت موازنة المحافظة أرقاما قياسية أسالت لعاب هؤلاء الفاسدين وضمن هذا الصراع الذي لا ينتهي عند أحد اتهم النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي محافظة ذيقار المقال ناظم الوائلي والمدعوم من التيار الصدري بأن عليه أكثر من ثلاثين قضية فساد لكن تعيين عبدالغان الأسدي بديلا له وجد رفضا صريحا من ثوار ذيقار الذين أكدوا أنهم لن يقبلوا به ولو لساعة واحدة ولن يتراجعوا عن مطالبهم بمحاسبة جميع القتلة والفاسدين تحت أي ظرف موازنات فلكية لم يجن منها العراقيون سوى المزيد من الخراب يذهب ريعها لجيوب الفاسدين ليفضح بعضهم بعضا عند أول خلاف ويكون مصير الشعب الثائر على فسادهم أرواحا تزهق ظلما على مذبح العملية السياسية التي تتسابق أحزابها وميليشاتها على المغانم تاركة الشعب يدفع مغارم فسادهم وإجرامهم ترجمة نانسي قنقر